السلام عليكم. اليوم سنشارك معكم واحدة من ارقى حلوية اللوزة ممكن تجربه او ممكن تدقه. طرطولة ملوزة بوحد الماضاق اكثر من رائع. اغزالها شكلا. الشكل ديالها يعني شكل راسه. والماضاق ما نهضرهش عليه. قد يجيب معلقة وشيشة في نص الوقت. وحتى الخدمة ديالها سهلة ما فيها شي حاجة اللي هي معقدة. غليكم معي الفيديو او الحلوة غادي تعجبكم. اول حاجة ان الكمية ديرها مضاعفة. غا نعطيكم نصف الكمية باش خدمتنا. كمية مناسبة اللي بغا تجرب ولي بغا تطوبل ديك السعر ممكن تطوبل. غا نبدأ بلبات اللي غا نخدم بها هاد تارتوليت في الاول. غا نحتاج ربعة ديال زبدة سبيسيال او زبدة حيوانية نوع جيد. ربعة مع مية وخمسين جرام. سكر سكر جلاسي. مع معلقة ديال نكهات الفاني. ورشيشة ديال الملحة. الملحة في طبيع الملحة الرقيقة. او اللي عندكم الغليظة تحنوها واحد شوية. الزبدة حتى تكون وقت درجة حرارة المطبخ. حتى نخدم بها. خرجوها بكريم سكر جلاسي جيد. حتى لا يبقى لدي الكويرات السكر جلاسي. الزبدة تقول لي بحل شي بومد. مع هذا السكر. سوف نزيد. جوش بيضة صغر. و خمسين جرام من اللوز مطحون. خمسين جرام ديال بودرة اللوز يكون مطحون. او بودرة اللوز. مهم اللوز يكون مطحون. و لا يكون محمر من طبيعات الحال. كان نخدم هذا الشيء جيد. حتى تخلط لي هذا البدء. مع ذلك الزبدة. و ذلك الشيطرنا. عفتوا وخصيتوا لي لديكم واحد كريمة. التي ترطيتها لم تفعش الكريك بيت. عاد سوف نزيد الدقيق. بالنسبة لكيمية التي أعطيتكم. يدخل فيها بالضبط خمسمائة جرام ديال الدقيق. ولكن سوف تكون صعب. لانه مثلا. انا لبودة بشيطة صغيرة. كينا اللوز سوف تخدم ببودة كبير شيء شوية. يعني القرام ما هي تبدل. هذا علش كنزيد الدقيق شوية بشوية بالتدريج. بالتدريج. بالنسبة لهذا البط. ما كتبهيش تخدم بحالة 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 اي نوع ديال البط. بحالة بحالة اي نوع ديال البط. ما كتبهيش تخدم. زيك خيل مهم. ما كتبهيش تتخدم. او التعجين بزاف. كتبغي غيد تشمع بالاصابع. لانه ولا خدمناها. غادي تقولي لكم. يعني غادي تكمش في الطياب. وبزافة الحويش كي يبقوا لها. ما كتبقاش مزيانة. ما كتبقاش مرملة. ما كتبقاش كيف بغيناها. كنجمعها فقط. غي كتبهي لكم وقفات صافي. كنغلفها. وكنديرها في واحدة بلاستيك غدائي. كندخلها تلاجة ترتاح اقل حاجة اربعين دقيقة. او خمسة وثلاثين دقيقة. عاد غادي نخرج. نخرجها بلاجة. باش نخدم بها. غادي نحتاج هذه السركلات هادو اللي موجودين عند الناس الكبير ومستلزمات الحلويات. هادو رقياس ربعة سنتيم. وثمان دي لهم كنش درهم ونصل الوحدة. مهم غادي نبدأ كنطلق العشينو غير عكبيد دي. كنكور واحد طريف. وكنرش برشي شخفيفة تحت من هديك البط باش بتفقاش تلسقلية في البلوندو تخافي ونخدمها. ونبدأ اللبسة هادو المول او هادو القالب او هادو السركل. غا نحاول نشكلها مزيان. عفشو اهم حاجة فات شي كامل يربط تشدلي الفورما دي هادو القالب باش خدامين. باش كي جي شكل دي هازوين. اني نحاول ندخلها مزيان ونطرقها بسبعين مزيان من الجنب. وما تكونش غلطة مطابعة الحل نحاول نرقها واحد شوية. وكن نحيدو الزوائد هاكا من الفوق بالموس. هاكا خصي جي شكل دي لها من التحت. كتجين فينيا. ما كيبقاش عندي الفراغات. ومن الفوق نحيدو الزوائد كيكت لكم بالموس. بنت لكم مغليدة كنعود نرقها وكنستفاف طواء دي الفران. من نسبة لهذا الخدمة اللي كان ديرونا عملية يعني ما تحتاجوها تديرو المدلك. تبقوا وطلقوا بالمدلك وتقطعوا بالقطاعها وتلبسوا القلب. غير هاكا بديها شوية بشوية وانا اختمها. وانا كانت العجين اخر شو عم تلاجو كانت باردة. يعني تضغطوا الغي شوية بيدي كمرة كتتخفاف او كتتطلقوا واحد شوية. ومن نحتاجوش ندهنو المول بتشي حاجة لانا وليكن عندنا ما كتتلسقش. نجين عني مخدومة مزيان. ذاك اللي تحت اللي كتلكم ممكن يكون كتتلسق في البلوندو تخفى وحنا ختمين را كنديرو رشي شخفيفة ديال دقيق. من طبيع الحال ما كنكترش غي شوية. باش ما تجنيش تاكل تحت ديال تختولت في هاد دقيق. غي شوية. والعجين اللي كتبقى تشي طلية. كان نجمعها. كان ديرها في بلاستيكة. بينما تحت وهي باش غنكمل الخدمة. غنكمل هاد القواليب اللي عندي كاملين. آآ غن ندخلهم الفران ولكن قبل كانت كوم كان نتقبهم بشي حاجة هكا. شي كيردو في الوسط او ثلاثة. غير في الوسط. هو في جميع الحالات كنت لكم الباطل يكخي او الباطل ديال الضغط الى تخدمات مزيان. او اللي لاتخدمات بطريقة صحيحة. ما كتنفخ ما كتعواج في الفران. ما كتتقلص ما كتتكمش. اهم حاجة انها تتخدم بالاصابع ديالي فقط. وكتجمع بلا ما نفضون كترع لها العجين والدليك. الى اكترنا على الدليك. كتتخربق في الفران. هي ما كتبغيش نهائيا. وكتبغي ترتاح في تلاجة شوية نخدمها. دخلت القوالي بالفران حتى يعني كنشعر اليوم غير من التحت وكندير طواف الوسط. حتى كياخدوا لي هاد الوين هكا دهبي. ما غنحمره بالزاف. لانه بقى غدد خلف الران. وفي نفس الوقت ما غنخليهاش خضره. لانه في المرة التانية فشغان طيبة في الفران. غتاخد لي تقريبا واحد ثمانية عشر ديال الثقايق. يعني نعطاها تحميرات تكون خفيفة تتشمعك. اخذ الوين من التحت حمرات طابت. ومن الفقر اخذت واحد الوين ذهبي. المهم را هاتي تختوليتات كي يكونوا طيبين. صافي غدي نجمعوهم في واحد البوطة. انا صراحة احيد كانت عندي خدمة كثيرة. ما اخدمتهم شو نسل نهارين. انا صوبت هذا الميني تارتوليتات. ودرتهم في واحد البوطة حتى بردو. جمعتهم في واحد البوطة. والغد لي عدرت الحشوة ديالهم. بالنسبة للحشوة او المقادر ديال الملوزة. عندي هنا كيلو او لا قرأتكم مقادر عن السكيلو اللي ستتماشى لكم عن السكيلو تدقيق اللي يخدمنا في الأول. قدرنا عن السكيلو ديال اللوز مفصوخ ومطحون. بودرة. مطحون مزلان. تحنة الأول بوحده. تحنة الثانية زدمعة 200 جرام ديال السكار. وعود ترجع تحنته حتى اللي عندي بودرة. يعني هاد 500 جرام اللوز مطحون سوف نزيد عليه 50 جرام ديال لبدن دوبة. واحد المعلقة كبيرة عامرة من قشرة ليمون معصلين اللي يتبعوا واجتين مهرمشين. انا طحنتهم وخليتهم شوية التهرمشات. ونزيد واحد القبيصة ديال الملحة. وصشية ديال السكار من السم بالزهر. انا هنا رادرت الزوج حيث عندي الكيميا مضاعفة. كنعود نأكد عليها. حيث في الكومنتي غادي جوني راه الكيميا اللي درتي ماشية اللي قلتي. انا كنعطيكم المقادر ديال نس كيلو. ولكن الكيميا اللي انا ديرها رها مضابلة. غادي غادي لدو خمارة. في كل نس كيلو ديال لوز. نديرو خمارة واحدة. ليه 8 جرام او 7 جرام. قدرت هنا جوج حيث عندي كيلو ديال لوز. يعني غادي ديرو خمارة واحدة. انا نخلي ديكم مقادر مكتوبين في صندوق الوصفة. نحاول ما ننسى هم شو ما اللي نكتبهم لكم. وهذا الخالط غادي نبدأ كنجمعوه بالباد. بالمسبة الكيميا ديال لباد كتبقى على حسب نوعية ديال لوز. المهم انكم ركز زيدوا ببيضة ببيضة حتى يجمع لكم الخالط. هنا الخالط كي ولي ماشي بحل العقدة المعروفة والعقدة لي مول فيك الخدمه. كيكون واحد شوية خفيف على العقدة. ما كتكونش العقدة سائلة. وما كتكونش وقفة. يعني كتكون هاتو ما غا تشوفوا معي القوام كيف دير. كتكون واحد شوية كتتلصق في اليد. هنا غادي نبدأ كنخدمها. وانا كنزيد. آآ البيض. تقدر دخليكم جوجو بيضات. تقدر دخليكم حتى ال 3 ديال البيضات على حسب. المهم غا تدروا البيضة اللولانية. غا تعجنوا مزيان. ودخلوا البيضات التانية. وانتم ما غادي. مزيان. هاكده يرجع عندي القوام هذه الملوزة. كتكون العقدة كتتجمعوا في نفس الوقت خفيفة. وكتلصق في اليد. يعني كي قلت لكم. كتكون خفيفة على العقدة المعتادة التي تخدمها على الكاب وحلوية اللوز. عندما كتتلصقها في القصرية. المهم انها تكون شوية خفيفة من العقدة المعتادة. غادي ندخلها لتلاجة. كنخليها واحد من الساعة ترتاح. من بعد كنخرجها. كنشكل منها كويرات. هذه الخدمة غا تعاونكم. تشكلوا منها كويرات. باش تعرفوا القياس اللي غا تحتاجوا. كتت تشكلوا كويرة. ودخلوها في ذاك الميني تارتوليد. شوفها واش داخلها ولا لا. مهم خاصها تجي. على قياس ذاك الميني تارتوليد. ديرو حسبها باقها تفند. خاصها تكون شي شوية. صغر من ذاك الميني تارتوليد. غي شوية. سوف ينسل الكويرات اللي عندي كاملين من بعد كنكون موجودة ها كمظهر. ولا غي المال عادي. وصكار غلاسي سبيسيال يكون نوعية ممتازة. لانه باش مما كان مزيان باش مغي يشدليكم في الحلوة. إلا كان صكار غلاسي العادي مغي يشدليكم في الحلوة. وإلا كان عندكم صكار غلاسي سبيسيال اللي هو عادي أو اللي مش كوك فيه. تقدروو تزيدو لي واحد المعلقة كبيرة ديالنشا. وغد طحنوه وغد تغرب له. ضروري سكار غلاسي كما كان نوعو تجيبوه وتغرب له مرة وزوج. باش هاكا تيشدليكم في الحلوة دغية. كتاخدوا هاك الكويرات. كتمسحوهم بشوية ديالك مظهر أو شوية ديال ما. غي شوية ما تخليهم شكي قطروا. باش ما يخصروا شليكم سكار غلاسي. وكترميوهم في هاك السكار اللي مغربل. كيكتليكم كنأكد على هذه القضية هذه. وكنبدأ كنفندهم زيان. كنفضها شوية ما نحيدش من هاك تبقى ديال سكار غلاسي. لان هاك تبقى مهي مهي. كنحاول غين نحيد. كنشي زوائد نيت. كتاركي كنديرها كبيد ديال. وكنخشيهم في هاك الميني تارتوليت. سفي واحد بغيطة خفيفة. باش ما كان حيدوش هاك تبقى ديال سكار غلاسي. وكنعمر هادوك الميني تارتوليت اللي عندي كامل. كمية اللي عندي. كمية اللي عندي كاملة. كمية اللي عندي. طريقة الطياب مهمة وعفكم تصنطوليه مزيان باش ما تتحركش لكم وما تنشفش معاكم وتجيكون زوينة كان دخل الفران كان يكون سخنته مسبقا كان شعر من التحت ومن الفوق درجة حرارة متوسطة وفران يكون سخون تتاخذ معايا بالضبط 8-13 يال دقائق كتشقق وكتكون هي هديك ما تخليوهاش يتعود فيها الطياب ومو تخليوهاش يفوتش فيها الطياب بالنسبة لذلك مني تخطولي تترامك ياخدوش تحميره مجهده يعني يفلو الحمر نام تحميره خفيفه تكملو طيبهم في ديك 8 دقيق او 10 ديال دقائق او غير ياخدو واحد تحميره اخرى ماشي تكملو طيبهم ما راو منا طيبين والاقطة كتطيب لانه ما فيها شي حاجه راكوش يفوتها طيب ما عدا البد البدر هاديك 8 دقيق كافية باش يطبلكم هاداك البدر من اللي كتخرجوهم كتخليوهم يبردو تماما باش نديرو لهم تزلين نهائي خديت هنا شوكولات بلون شوكولات بيض نوعية جيدة باش كل ما كان نوعية جيدة غادي عطيكم ودق زوين كندير واحد شوية هكام الفوق بلا ما كان اغطيضك تشاققات كاملة ومانا غادي يعطينا ذاك المنظر لهاد الحلوة كندير غير واحد شوية بشكل عشوائي بشكلات بيض ودك شكلات بيض خلطوه يكون بدك يبرد ودك يبرد عدد خدمو به ماشي ووصخون باش ضغيك يشد لكم في الحلوة وضغيك يشد لكم ذاك شوكولات بيض كندير بطريف ديال قشرة ليمون معصين كيتبعوها كواجدين كندير كتبعوها كواجدين كندير كتريف ديال ليمون معصين مع طريف ديال بيستاش محمر بيستاش طريف بيستاشا ونصف بيستاشا ونجي شوية من هاد الورد هذا اللي 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 جاله ازرق يعني حاولت ندير الوينات اللي كيتمشوا ما بضياتهم اعطوني واحد المنظر اللي غزال اللي حلوارها شكرارة ساشوفو معي المنظر تيلها كدشي روعة راقية لا شكلا ولا حتى المدق انا دائما كلاب على الشكل وعلى المدق ممكنش يكون شكل زوين والمدق ما بيش هادي شكل راقي والمدق اروع من الروعة بكل صراحة المدق فيها رائع يعني غير خدموا بمكونات يموم زيانين وعفكم واحد حاجة ناكد عليها خدموا بزبدة سبيسيال او زبدة حيوانية وعي جيدة باش الحلوة كدشي كوبينينا ما تخدموش بالزبدة النباتية هائيا في حال هذه الحلويات وهنا يرا قسمت معكم واحدة باش شوفو شكل دياله كيف تغير هادي كلابات كدشي شيشة والعقدة كدشي او الحشوة كدشي معلك وكدتبقى معلكة مدة طويلة وكدتبقى معلقة مدة طويلة وكأن هناك اقتراح طرحات اليوم اتمنى نصفة اتعلمكم ونقلتكم على اخير نراككم من بعد إن شاء الله شعر شكرا